على طريق خطط المتابعة لإنجاز إصلاحات الطرق أكدت وزارة الأشغال العامة ضرورة الانتهاء من معالجة الملاحظات الفنية على مصانع الإسفلت والتزامها بالمعايير المحددة وفي بيان قالت الأشغال إن الوزيرة رانا الفارس اجتمعت بفريق التفتيش التابع لمكتب الوزير للاطلاع على إجراءات ضبط الجودة لعملية إصلاح الطرق في المصانع والمواقع حيث قدم الفريق عرضا مرئيا تضمن ملاحظات فنية على المصانع الخاصة بالإسفلت وبعض المعايير التي تتطلب الالتزام بها إلى جانب أهم الملاحظات الفنية حول عمليات فرش الإسفلت ومدى التقدم في معالجتها